اشتركوا في القناة من الأهرام أيضا صفحة واحد صفقة جبريل في مراحلها النهائية من المصر اليوم صفحة واحد علماء الدين الإسلامي والمسيحي يجمعون على حرمة التمثيل بجثة القذافي ومفتي ليبيا يقول القذافي كافر من المصر اليوم صفحة واحد عودة التنسيق بين الإخوان والسلفيين ومن المصر اليوم صفحة ثلاثة الحكومة تتعهد بسرعة الانتهاء من قانون التصالح مع رجال الأعمال وتوفير أراضي عائلية للمصريين بالخارج من اليوم السابع صفحة واحد انتخابات المحامين في عشرين نوفمبر المقبل وانفراج الأزمة مع القضاء اليوم السابع صفحة واحد الكتلة المصرية تتبنى شعار الدولة المدنية العصرية في مواجهة الإسلام هو الحل من الشروق صفحة واحد تشريعية الوزراء تناقش اعتراضات الأزهر والكنيسة على دور العبادة الموحد وأخيرا من المصر اليوم صفحة واحد 53 مليون دولار تلقتها منظمات غير مرخصة من أمريكا بعد الثورة وده ممكن يرجع برضو الخبر بتاع القاهرة أبلغها تواشطة رفضها الرسمي في دعا طول مع أول خبر مفاوضات مع دول الثماني الحصول على 35 مليار دولار طبعا الكلام ده أعلانته الوزيرة فائزة أبو النجا وزير التعاون الدولي ويأتي في السياق طبعا الطلب من الدول السيمانية الصناعية الكبرى لتمويل مصر تمويل مصر بمعنى أن نحن بنعاني عجزة كامل في الميزانية للدولة هناك عجزة في تمويل مشروعات التنموية الضرورية والمهمة لكن لو أخذنا بالاعتبار أو سرجعنا الزاكرة قليلا إلى الخلف سنتذكر يوم عرضت الحكومة في عهد سمير رضوان وزير المالية السابق طلب قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين المشروع طلب رفع لمجلس العسكري المجلس العسكري اعترض في هذا الوقت وقال أن مصر ليس محتاجة مزيد من تكبيلها بالديون وأننا لابد أن نعتمد على هوانا الذاتية وبالتالي لما النهاردة نطلب 35 مليار دولار بهذا الحجم وبهذا الشكل وهذا المبلغ ضخم جدا على الرغم أنه بتقال أنه بفايدة 1.5% وأنه في فترة سمح 39 شهر لكن أنا أعتقد أننا بنخش في دائرة جديدة إحنا بنرجع تاني لنقطة الصفر اللي كنا فيها في عهد النظام السابق لما تكبلنا بالديون وأصبح قرارنا سياسي مرتهن بالقرار الاقتصادي أو بالمساعدات الاقتصادية والمعاونات إحنا دائما بنتكلم عايزين نخلص المعاونات عايزين نخلص المساعدات عايزين مصر يبقى قرارها بإيدها ننفعش ندي حد فرصة أنه يتحكم في سياستنا هذا الكلام هيرجعنا للقطة الأولى هل ده راجع لعدام الرؤية اللي حنت نتكلم عنه بالشكل عام أنه فيش رؤية واضحة لاتجاه الدولارات ستكون أو اتجاه حاليا المجلس الانتقالي أو المجلس العسكري؟ هو فيه أزمة هو فيه أزمة فيه أزمة في المجتمع فيه أزمة فيه مشاكل كبيرة جدا فيه مشاكل في البنية الاقتصادية الاحتياط النقضي في البنك البركزي انهار إلى حد كبير جدا وتأثر رغم أنه وعدين أنا الكلام ده بيخليني أرجع أسأل طب الكلام اللي بقوله الدكتور حزم البابلاوي نائب الرئيس الوزراء ووزير المالية الاقتصادنا بخير واقتصادنا ما فيش أزمة فيه كلام ده قاله أكتر مرة لفترة اللي فاتت طب لما يشوف هذا الكلام ويشوفه أن نحن عايزين خمس وثلاثين مليار عشان نعالج العجز ونعمل مشروعات تنموية أفهم منه إيه؟ يعني أنا أعتقد أن فيه الدولة المصرية لقول أن الدولة المصرية في حالة الارتباك وده هو أسباب كتير جدا ومن بينها الوضع الأمني والوضع السياسي والخلل اللي موجود في كافة مجالات الحياة المصرية أبو النجا القاهرة أبلغت واشنطن رفضها التمويل السياسي لمنظمات المجتمع المدني هذا ممكن نقفل هذه الصفحة نهائيا بعد الجدل اللي كان مثوار حول هذه المنظمات وتمويلها وأغراضها؟ هذا الكلام يضاف وليس مجرد وليس كلام جديد هذا الكلام يضاف للكلام القديم الذي يتم التحقيق فيه الآن إحنا عارفين أنه فيه حوالي مليار ومئتين مليون جنيه دخلوا مصر بعد صورة خمسة وعشرين يناير لكسير جدا من منظمات المجتمع المدني هذا الأمر هو محل تحقيق الآن وسؤال بعد محل وزير العدل للأمر لجهة التحقيق المختصة بتمارس عملها الآن في التحقيق في كيفية حصول هذه المنظمات على هذه الأموال دون ترخيص ليست المسألة ملاحقة أي حد إنما أنت بتاخد في الروس من الخارج وثبتت باليقين والدليل وبكشوف الحسابات وبالأدلة الجازمة ولكن دون أن تكون مرخص لك بحصول على هذه الأموال بس كان فيه برضو المرخص لهم بس في غير الأنشطة هي مثلا جمعية لها نشاط اقتصادي مثلا جمعية رجال الأعمال اللي كتفاء السيوت ولكنها فجأة بتتحول للرشاط السياسي فهو برضو كلام مش بس على جمعية الغير مرخصة لا الكلام المليار ومتين مليون اللي تتم الحديث عنهم على جمعيات حصلت على أموال من الخارج بدون ترخيص هذا هو الكلام الواضح والمحدد لا 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 وده محل التحقيق ده كلام جديد تلاتة وخمسين مليون دولار حصلت عليها منظمات من أمريكا فقط وليست من اتحاد الأوروبي والجهات الأخرى والوزيرة قالت لأمريكا وابلغت هذا الكلام وصرحت به قبل كده بشكل رسمي وعلني ان مصر لا تقبل التمويل السياسي لان ما فيش حد بيمول له وجه الله وتقالت مرة ومليون مرة اي حد بيمول له أجندة واي حد بتمول بينفس هذه الأجندة واي كلام خلاف ذلك هو كلام غير علمي وغير معقول لانه اللي عايز يساعد في بناء مجتمعه اعتقد ان فيه رجال اعمال محليين وفيه شخصيات واحنا ممكن نساهم مع بعض يعني انا لما يكون عامل جمعية لو انا مؤمن بأهداف الجمعية حقيقي لمنساعدة وخدمة المجتمع عندي المشتركين لو كل واحد دفع مبلغ زهيد من المال هنقدر نبني مؤسسة تقدر تلعب دور فيه تأمين المجتمع وفيه مساعدة بيكلموا على مشروعات تنموية بيكلموا على مشروعات خدمة المجتمع المدني بيكلموا على أهداف طويلة الأجل وقصرة الأجل تحت الرعاية تحت الرعاية الرسمية لان لو تركنا الأمر لو تركنا الأمر لأي حد انه يتمول ويعمل اللي عايزه يبقى احنا فسخنا الدولة المصرية دي كلها مابقاش فيه قانون بيحكم مابقاش فيه نظام يبقى اي حد يمدي يجده لبرة ويأخد من أي جهة يعني هايكوش ضد التمويل هايكوش ضد التمويل العشوائي او الجير رسم التمويل الذي يتم بترخيص ورقابة ورعاية من الدولة المصرية تماما وبعدين احنا يعني حكاية التمويل الأجنابي أصلا عليها على متصفان كتير يعني صحيح الأهرام صفحة واحد صفقة جوبرايل في مراحلها النهائية جرابيل جرابيل إيران جرابيل الجسوس الإسرائيلي اللي تمسك الضابط اللي تمسك فيه ميدان التحرير كان بيتجسس على مصر وعا السورة اعتقد ان ده يأتي فيه سياق للصفقات اللي بتعملها بخابرات العامة المصرية هذه الفترة بعد نجاحها في فك أسر شليط مقابل 1027 من الأسر الفلسطينيين والأسيرات اعتقد ده دور مصري بتسعى من خلال والاستثمار أوراق الضغط الموجودة لديها أنا اللي وسألتنا عن المصر الشخصي ولا كان ضد الفراج عن أسير بيتجسس على بلدنا لكن الحسابات سياسة وهل بس المقابل مش ممكن يكون برضو 2031 2031 مصري موجودين في السجود إسرائيل دول اللي حيجوا ومتوقع أن ده يكون خلاص فعلا قريبا فعلا فيه لمسات نهائية بتتم على الصفقة المصر اليوم صفحت واحد علماء الدين الإسلامي والمسيح يجمعون على حرمة التنخيل بكثة القذافي والحقيقة فيه جدل واسع جدا في هذا الموضوع وفي طريقة التناول في هذا الموضوع أنا عايز أقول لك على حاجة إحنا ندعم الثورة الليبية كل واحد شريف وحر ويبغي الحرية والديمقراطية الحقيقة بالتأكيد كان واقف مع الثورة الليبية لكن يا أخي إحنا بنقول إحنا مجتمع عربي وإسلامي متحضر إيه الرسالة اللي بنبعث بها للغرب وللعالم الآخر من خلال التمثيل بجثة القذافي وابنه إيه الرسالة إيه الرسالة إنك تمسك أسير حي كل الشرائع الإسلامي والمسيحية واليهودية حثت على حسن معاملة الأسير طالما وقع في الأسر وقال لا ينكل به وقال لا يقتل لكن قتل وثبت بالفيديوهات إنه كان تم أسره حيا ثم قتل هو وابنه هذا الكلام إحنا دايما بنحاول من خلال مراكزنا الإسلامية والمسيحية في الغرب بنحاول نقول إن الإسلام دين حضارة والإسلام دين عصر والإسلام 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 لما هذه الصورة تنتقل إلى العالم الخارجي يبقى إحنا همج وبرابرة ينظر إلينا هذه النظرة ليه إحنا بندى الآخرين معاول لهدمنا ليه بعد ما بنحاول نحسن صورتنا أمام العالم بندى انطباع بأن القذافي مستبد والديكتاتور وكل أقول فيه ما تريد لكن إنسان في النهاية الجسد له حرمة الجثة له حرمة مبارح وزير ما يسمى وزير الشهدة في ليبيا في حفظ الأول كلمة في الاحتفال شوف المصطلحات لاستخدامها إحنا في ثورة مفترض يعني الثورة المصرية احنا بنفخر بها ليه لنها ثورة بيضاء صحيح النهارة المبارح لما سمحت أنا كم من الأرفاظ في حوالي خمس جمل من الوزير الليبي اللي تكلم قال لك القذر أول ما تكلم القذفي قال القذر الجيفة التي ألقيت الجيفة ألقيناه في القمامة هذا الزبالة يا راجل أنت بتبدأ صفحة جديدة لثورة مفترض أنها تبشر الشعب الليبي وتبعث برسالة للعالم أن احنا دولة هنبني دولة خانون صحيح أنت بهذا الكلام تقول أن الثقر بكرة لو تقلبوا على مصرف عبد الجديد ولو تقلبوا على محمود جبريل وعلى آخرين هيتعامل بنفس الطريقة ما أنت بتدي مشروعية أنت بالكلام ده وبهذه التصرفات أنت بتعطي مشروعية للمناهدين والرافدين أنه يوم ما يتمكن منك سيمارس معك نفس الاسلوب وماذا بعد يعني العقل العقل غائب العقل غائب لابد من تحكيم العقل أنت ثورة انتصرت خلاص مبروك بس ابدأ بقى عهد جديد ضمن الشعب الليبي كله لأن الشعب الليبي فيه قبائل وفيه فعاليات كتيرة جدا وفي الجنوب الليبي مازال فيه مشاكل كبيرة جدا حتى الآن حتى الهارب عندهم صيف الاسلام القزافي مازال فيه مشاكل أنت بترهن على إيه فأنا أعتقد نظام السقر والسقر الذي لا يدرك حجم الخطر القادم الوحش والدموي وغير عقلاني غير مسؤول غير مسؤول كلمة صحيحة يعني عدد التنصيق بين الإخوان والسلفيين ده برضو موضوع مهم جدا في أي إطار وبأي شكل وبناني بيهات أنا أشكو كثيرا في هذا الكلام لأنه لأنه ما حصلش نوع من التوافق أصلا فيه نظام القوائم إلا فيه حدود دنيا يعني فالحديث أنا أعتقد ده خبر صحفي لا يتسلل إلى مرجعية حقيقية ده فيه تنافس فيه منافسة حقيقية في الشارع يعني لو أنت منزل قايمة ضدي أو منزل مرشحة ضدي هنصق معك في أفضل إحنا عندنا مقاعد فئات واحد ونزل على اتنين واحد من الإخوان واحد من السلفيين إيه التنصيق اللي فيه يعني أنا أعتقد الخبر مش دقيق للدرجة الحكومة تتعهد بالسرعة الانتهاء من قانون التصالح مع رجال الأعمال وتوفير أراضي عائلية للمسلمين الخارج أنا بس عايز توضيح لهذه النقطة يعني إيه توفير أراضي عائلية للمسلمين هو الأهم بالنسبة للموضوع التصالح مع رجال الأعمال طبعا ده كان طرح أيام الدكتوريح الجامل لما كان نعب رئيس وزراء وأثار هذا الموضوع وقيل أنه نطل صالح مع عدد مرجال الأعمال مكان رد الفعل ما كانش لطيف ما كانش طبعا لكن أعتقد أن تجديد الأمر ممكن أما بعثه الأزمة الاقتصادية اللي احنا بنعيشها هو فيه خوف لديه عدد كبير من المستثمرين من تطورات الأوضاع في مصر ومن الانفلات الأمني ومن عدم وضوح الرؤية المستقبلية وبالتالي هذا الخوف انعكس على تأزيم الوضع الداخلي الاقتصادي في انهيار اقتصادي كبير فيه تزايد نسب الديون فيه هروب رأس مال كبير من استثمرات كبيرة من داخل مصر فيه إحيام عدد من المستثمرين العرب على القدوم أنا أعتقد ديه خطوات تطمينية أكتر منها أي حاجة تانية محاولة تطمين المجتمع المصري والمجتمع العربي والمجتمع العلامي اللي بتعامل معنا إنه إحنا بصدد تهديئة الأوضاع في داخل مصر ومن يتمنى أن توفير أراضي على المصريين بالخارج؟ يعني ما عرفش هل هي محاولة لإرضاء المصريين بالخارج أنا ما أعتقدش مسألة تأتي من خلال توفير أراضي يعني من حق التصويت ده موضوع مهم جدا وملافح نفتحناها أصلا هنا في نهارك سعيد من خلال فقرة كاملة ولازلنا بنتحدث فيه الحقيقة انتخابات المحامين في عشرين نوبمبر المقبل وانفراج أو بواد الانفراج في الأزمة مع القدر إيه للتطورات؟ طبعا اللجنة القضائية قررت تحديد مواد الانتخابات يوم عشرين نوبمبر المقبل الأزمة اللي مع القدر كانت أزمة باكية أنا قادر أقول إنها أزمة باكية أنا مبارح كنت قاعد مع أحد المستشارين الرجل كان مندهش إنه كيف يمكن في مصر أن تغلق محكمة بالجنازير أن يؤمنع الناس من الوصول إلى قاعة المحكمة للتقاضي هذا كلام خطير جدا اللي حصل في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بأزمة قانون السلطة القضائية والمادة 18 واعتراض المحامين وهم على حق من حقهم أن يعترضوا لكن يا جماعة مش بالسلوب ده مش بالسلوب ده مش عطل أولا أنا راجل مستني قضيتي بقالها سنة سنتين ثلاثة ودي جلسة الحكم أو جلسة يحصل أنا ده فيها خراب بيوت فيها تدمير فيها مصالح ناس كتير جدا يعني أنا أتصور إن إحنا في مجتمع مع بعض الثورة مفترض نرقى بسلوكياتنا حتى لو إحنا بنعترض على الحاجة منفعش إن أنا أعطل مصالح الناس منفعش أقول إن أنا أوقف المترو أو أوقف الأوتوبيسات تلسح أقول لك كل حاجة علشان أخذ حقي حقك متاخدوش بالطريقة دي ده في حقك على الإنترنت في دولة قانون في دولة قانون لازم إحنا لو كلنا ضربنا القانون ما بقاش في دولة عندنا بس هيجي رد الفعل أو الرد اللي يقوله حرارتك ما إحنا لم نعملناش كده ما حدش حعبرنا لو ما عملناش تأثير مباشر بإه لما فيش تصعيد ما حدش بي أمر إيه الفرق بين العقلاء وغير العقلاء إيه الفرق إيه الفرق في مليون وسيلة وسيلة نظر نحتج بيها لكن مش بالطريقة دي أخبارنا كانت كتير الحقيقة أستاذ محمود باكري وقيس تحرية التنفيذ جالت لأسبوع ما أشكرك شكرا جزيلا شكرا لك وأعتقد أن الموضوع الليبي أو الملف الليبي موضوع مهم جدا نتكلم فيه من خلال فقرة خاصة في نهارك سعيد لو حدشت تبقى معنا إن شاء الله يصحيزنا لأن فعلا زي وأنا تاني ماذا بعد يعني العملية معقدة فيه مخاوف أن تكون ليبيا هي العراق الجديدة فعايزين نتكلم في هذا الموضوع بالشكل موسع من أقدر من تحتحدثوا معنا في هذا الموضوع هنروح على تقرير تقرير هو دور القضاء العسكري أثناء وبعد الثورة خليكم معنا